على مدار الأعوام الماضية، لم تفوت الأحزاب السياسية أو الميليشيات الموالية لإيران فرصة حدوث أي انفجار أو اضطراب أمني أو ربما صنعه في العراق دون استغلاله بدوافع طائفية. فبعد مرور ساعات قليلة على الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على الحجد في مدينة تكريت الجمعة الماضية، نفذ الحجد حملات اعتقال تعسفية في عدة مناطق لاسيما في محافظة صلاح الدين، دون صدور أوامر قضائية، أسفرت عن اعتقال المئات من أبناء المحافظة. حملات وصفت بالانتقامية، وأثارت العديد من الانتقادات، حيث أكد النواب عن صلاح الدين أن الحكومة الحالية تمارس سياسة إقصائية في المحافظات المنكوبة، بغضها النظر عن استفحال عمليات الاعتقال العشوائية من قبل ميليشيا الحجد، اعتقالات لم تستثني الفلاحين أو النازحين المرحلين قصرا من مخيماتهم، متهمين الكاظم بالتستر على مسلسل الاستهداف العشوائي. على خط موازن، أكد السياسيون من محافظة صلاح الدين استغلال الميليشيات التفجيرات الأخيرة لفرض المزيد من القهر على المناطق المنكوبة، وتنفيذ عملية توسع وانتشار جديدة مارست خلالها انتهاكات بدوافع طائفية بعلم الجهات الأمنية الرسمية. انتقادات لا تلقى أذاناً حكومية مصغية، فبحسب الشيوخ عشائر صلاح الدين فأن ميليشيا الحجد لا تزال حتى الآن تواصل حملات الاعتقال ضد المواطنين في عدة مناطق دون معرفة مصيرهم أو حتى التهم التي يعتقلوا على أساسها. إضافة إلى تجاوزات عديدة ترتكبها الميليشيات أثناء الحملات بحق السكان من خلال السب والشتم والتعامل السيء ناهيك على الاستيلاء على منازل المواطنين الخاوية بدعوة أنها تعود إلى عائلات مرتبطة بتنظيم داعش. ووفقاً لمصادر حكومية، فإنما لا يقل عن ستة ميليشيا مسلحة أعادت انتشارها في مناطق بصلاح الدين وديالا وشرق الأنبار خارج الخطة الحكومية لتوزيع القوات الأمنية والحجد بعد التفجيرات الأخيرة. مستغلة حالة مبعد الانفجارات وضعف موقف الحكومة في تبرير التقصير الأمني من أجل تعزيز نفوذها رداً على الأصوات المطالبة بخروجها منها. مراقبون أكدوا أن التحركات الميليشيوية التي تترافق مع رفع مستوى خطابها الطائفي تعرس في حال هيملتها على جميع مفاصل الدولة وتمثل تهديداً جديداً للمناطق المنكوبة التي تنصلت الحكومة ليس من إعمارها فقط، بل من فرض القانون والنظام فيها وتوفير أبسط الحقوق الأساسية، وبدلاً عن ذلك صلطت سيف الميليشيات المستمرة ببتر أوصال العراق.